أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يسعى لرسم ملامح جمهورية جديدة تكون ديمقراطية حديثة وتضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد مشرقة جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتطلع لأن يكون الحوار شاملا وفاعلا وحيويا ويحتوي على كافة الآراء أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبالل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم السيدات والسادة إن دعواتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءة العقول وصدق النواة وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونكتمع على كلمة سوا كما أن تعازم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة قد عززت من إرادته على ضرورة الحوار والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات